السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مراد من قناة التمايز اليوم رح نستعرض معكم برنامج بيمكننا من نسخ أجزاء من الصورة على نفس الصورة زاد كمان إمكانية إزالة الخلفيات عن أي صورة بدنا إياها ويستبدالها بأي خلفية ثانية مع وجود أكثر من 200 تأثير في نفس البرنامج هذا البرنامج اسمه واندرشير فوتو فير ورابط التحميل الخاص في هذا البرنامج موجود معك في وصف الفيديو طبعا بإمكانك تحمل البرنامج وتجربه عندك على جهاز الكمبيوتر ونبدأ معكم مع أول جزء من البرنامج الفوتو ريسر اللي هو خاص في مسح أجزاء من الصورة طيب رح نشغل برنامج الفوتو ريسر اللي هو خاص في قطع أجزاء من الصورة ونختار أي صورة رح نشتغل عليها وأول خيار رح نحكي عنه خيار القطع اللي هو خيار الكروب طبعا بتحدد أي خيار بدك تستخدمه على الصورة مثلا هذا الخيار أو بإمكانك تضغر حجم القطع اللي بدك تعمله على الصورة وبعدين تضغط على خيار الكروب بتظهر عندك الصورة زي ما احنا شايفين. وهو نيجي على خيار ثاني حلو اللي هو مسح اجزاء من الصورة وبدون ما نشويه منظرها. بامكانك هون تحدد نوع التحديد. فمثلا نمسح آآ صورة الفطر اللي موجودة على الصورة. بنحدد صورة الفطر. وما في مشكلة طبعا لو كان يعني التحديد آآ مش مزبوط مية في المية. بعدهم بتضغط على آآ خيار بتلاحظ انه صورة الفطر اختفت نهائيا من الصورة وبدون من شويه منظرها. وكمان في عندك يعني مجموعة من ادوات التحديد مثل هذا الخيار اللي بخليك تقدر آآ تعمل التحديد يعني بخطوط مستقيمة. نروح على الخيار الثاني الاهم اللي هو خيار نسخ اجزاء من الصورة خيار لكلون. طبعا نضغط على خيار الترس اللي موجود عنا هون وبعدهم نروح على الجزء اللي احنا حابين يعني ننسخه نضغط عليه ضغطة واحدة وبعدهم نضغط على المكان اللي احنا حابين ننسخ فيه يعني صورة الفطر وبتبلش تسحب في الماوس وتحرك فيها وهيك منكون عملنا استنسخ لصورة الفطر على نفس الصورة وبإمكانك كمان نتغير في الاعدادات علشان نتزيل حواف الصورة. ونبدأ معكم في الجزء الثاني من البرنامج الفوتو كتر اللي هو خاص في قطع اجزاء من الصورة. مثلا بنختار هذه الصورة طبعا في عندك فوق خيار الكروب اللي هو نفس الخيار اللي حكينا عنه من شوي نروح على خيار الكت اوت واللي وضيفته ازالة الخلفية على الصورة طبعا في عندك خيارين الخيار الاول ازالة الخلفية والخيار الثاني يعني اعادة اجزاء من الخلفية. مثلا راح نختار الخيار الاول ونضغط على اي مكان مثلا في الصورة نزيل اللون الابيض زي ما انت شايف يختفى عندنا اللون الابيض بالكامل. وبإمكانك تغير خيار البلور بهذا الشكل زي ما بدك بتحدد يعني النمط اللي انت حاب تشتغل عليه. خلينا نخفف البلور. ونروح مباشرة على اه الخيار الخاص في اضافة الخلفيات تختار اي خلفية من الخلفيات اللي موجودة على البرنامج. او بإمكانك تضيف خلفية من اه الخلفيات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر. ما امكاني التصغير الصورة وتكبيرها واضافتها في اي مكان في الصورة. طب راح نشتغل على صورة ثانية ونستخدم الخيار الثاني. مثلا هذه الصورة راح نحاول نقص صورة الولد بالكامل ونختار خيار الريموف. ومنحدد على صورة الولد. وما في مشكلة لو كان في عنا مشاكل يعني في عملية التحديد. زي ما تشايف عنا صارت مشكلة اختفى رأس الولد يعني بالكامل. بإمكانك ترجع على اه نفس الخيار الكت اوت. ونروح على خيار البينت اريا تكيب. لو الحفظ اجزاء من اه الصورة ونضلل باللون الاخضر على المكان اللي اختفى من الصورة زي ما انت شايف. راح تلاحظ انه اه هذا الجزء رجع على الصورة. يعني انت بتقدر ترجع الاجزاء اللي اختفت من الصورة. وبعده بإمكانك تضيف الخلفية اللي انت حب تستخدمها على الصورة زي ما انت شايف او انك تستخدم صورة من الصور اللي موجودة على الجهاز الكمبيوتر. نروح على البرنامج الثاني الفوتو اديتور الخاص في تحرير الصور. واول خيار راح نحكي عنه في برنامج تحرير الصور اللي هو خيار اللي بيحتوي زي ما حكينا على اكثر من متين تأثير بإمكانك تستخدمهم وتضيفهم عندك على الصورة. طبعا التأثيرات اللي موجودة اه مصنف يعني حسب الاخسام طبعا بإمكانك تضيف تأثير اه الضبابي او تضيف مثلا تأثير الشعاع على الصورة اي تأثير بإمكانك تضيفه. بإمكانك كمان تكبر وتصغر الصورة من خلال الخيارات الزوم والزوم او تكبر وتصغر الصورة. خيار ثاني كثير حلو بإمكانك تستخدمه اللي هو عرض الصورة قبل وبعد اضافة التأثير زي ما انت شايف علشان تشوف شكل الصورة بعد ما نضيف عليها التأثير. ونروح مباشرة على خيار خيار القطع الخيار اللي شرحناه من شوية. طبعا هون بإمكانك تحدد اه يعني نوع القطع اللي انت حاب تعمله على الصورة او عن طريق الماوس تصغر نوع التحديد وبعدين تضغط على خيار الكروب. وخيار ثاني موجود عندنا خيار اللي هو آآ تغيير الوان الصورة. طبعا بإمكانك تختار اي واحد من هذه الخيارات مثلا تحديد اللون. تلاحظ انه دمج اللون اللي احنا اخترناه على الصورة. خيارات الثاني بإمكانك كمان تستخدمها وتلعب في آآ ألوان الخاصة في الصورة. في عندك كمان خيار اضافة تأثير ضوابي على الصورة زي ما انت شايف. بإمكانك كمان تغير في الاعدادات وتحصل على صورة مميزة. مع امكانية اضافة مجموعة من آآ البوردر اللي هي الاطارات على الصورة زي ما انت شايف تحدد نوع الاطار الانتحاب تستخدمه على الصورة تبعتك. وهذا الخيار بمكنك من اضافة يعني آآ نمط الاشعاع على الصورة مثل عشاعة الشمس. انماط كثير بامكانك تجربها وتستخدمها على الصورة زي ما احنا شايفين. واخر خيار خيار التكس اللي هو بمكنك من آآ كتابة اي نص بدك اياه مع امكانية عمل الخط غامق او مائل. مع امكانية تعديل نوع الخط وعمل دوران للخط بشكل افقي او قطري مثل ما بدك. هذا كان الفيديو تابعنا لليوم باتمنى ان شاء الله يكون نالاعجابكم وما تنسونا من دعواتكم في امان الله. اشتركوا في القناة